اهلا بكم من جديد اختتمت اعمال مؤتمر ميوريخ للامن وسط خلافات بين الحاضرين حول عدد من القضايا الملحة وخيم الملف النووي الايراني على جلسات اليوم الاخير اذ حذر وزيره الخارجية الايراني محمد جواد ضريف من ان المنطقة تعيش اجواء حرب جديدة تقف وراءها الولايات المتحدة واسرائيل من جهة اخرى قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ان تنظيم الدولة لم يهزم وانه لا يزال يسيطر على مناطق واسعة من سوريا وعن حصار قطر قال الوزير القطري ان بلاده منفتحة على اي محادثات لانهاء الحصار مؤتمر ميونيخ للامن في نسخته لهذا العام شهد خلافات علنية بين الحلفاء خصوصا في ملفي التعامل مع روسيا وايران ندعو حلفاءنا الاوروبيين الى عدم تجاهل العقوبات الامريكية على ايران والانضمام الينا لمواجهة ايران اقتصاديا ودبلوماسيا الاوروبيون استقبلوا وزير الخارجية الايراني ولا يبدو انهم على اقتناع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران فيما حذر الطهران من ان المنطقة تشهد اجواء حرب امس وهنا في ميونيخ كرر سيد بينس نفس العبارة وطالب بكل غرور الاوروبيين للانضمام الى العقوبات الامريكية متجاهلا التبعات الامنية ومتخليا عن التزامته امير قطر الشيخ تميم بن حمدان ثاني الذي حضر المؤتمر استقبل عددا من المسؤولين يتقدمهم القائم باعمال وزير الدفاع الامريكي وزير الخارجية القطري شدد في كلمته على ان بلاده منفتحة على الحوار لفك الحصار المفروض عليها ليس هناك اي تنسيق بين دول الخليج كنا نختلف في امور كثيرة منذ عشرين عاما او اكثر لكننا لم نصل الى هذا الحد حيث قطع الاتصال بيننا المؤتمر شهد مشاركة ممثلين عن الشباب والمنظمات غير الحكومية لايصال صوتها وحث الحكومات على معالجة الازمات الانسانية مؤتمر ميونيخ للامن في نسخة هذا العام شهد خلافات حادة بين الحلفاء الاوروبيين هذا اضافة الى الضغوطات الهائلة التي تمارسها واشنطن على اعضاء حلف النيتو لتحمل النفقات العسكرية سليمان بوصوفة تلفزيون العربي ميونيخ اذا كان هذا تقرير موفدنا الى ميونيخ سليمان بوصوفة اجمل فيه ابرز المحاور التي تم تطرق اليها في مؤتمر ميونيخ ولكن سنحاول ان نركز النقاش على الملف الايراني ولذلك ينضم الينا من طهران الدكتور عماد ابشناس استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كما ينضم الينا من فاريس كمال ترابية الكاتب الصحفي مرحبا بكم ابدأ معك الدكتور ابشناس من طهران كانت هناك تصريحات كثيرة في الحقيقة لوزير الخارجي الايراني سيد جواد ضريف ولكن نفت تصريحها عن قرب حرب او نشوب حرب هائلة كما وصفها في المنطقة وحذر من ان الولايات المتحدة واسرائيل تسعيان الى اندلاع حرب ماذا وراء تحذيرات ضريف امام الضغوطات الامريكية المتصاعدة هل باتت ايران مقتنعة بان او مدركة ان الحرب قادمة لمحالة تحياتي لك يا سيد جمال والضيف العزيز والمشاهدين العزاء في الواقع ما قاله الزريف ان هناك من يدفعون لنشوب حرب في هذه المنطقة اليوم الولايات المتحدة واسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة من الدول العربية هم يدفعون المنطقة الى حرب ايران تحاول ان تتفادى هذه الحرب ولكن اذا ما استمر الوضع على هذا المنوال فمن المؤكد اليوم الحرب الاقتصادية الحرب السياسية الحرب الاعلامية جميعها هي ضد ايران موجودة وهناك الحرب العسكرية اخر المطاف لاننا اليوم وصلنا الى طريق مسدود الولايات المتحدة وحلفاءها اوصلوا الوضع بين ايران وهذه الدول الى طريق مسدود والخروج من هذا الطريق لحد الان هو السبيل الوحيد هو الحرب لانه ليس هناك اي كلام عن السلم او اي محاولة لحل هذه الازمات التي تحصل اليوم يعني هذا المؤتمر كان شهد تبادلا لتصريحات بين الظريف وايضا نائب الرئيس الامريكي مايكل بانس اذهب للأستاذ كمال تربية من باريس بانس يعني حمل الرسالة يبدو من واشنطن مفادها للأوروبيين مفادها اما ان تنضموا الينا في محاصرة ايران وتدفعوا للاطلسي وانا فان العقوبات هي الخيار وهي الحل ولوحا بمبيعات الصغيرات في الولايات المتحدة هل برأيك اوروبا في موقف يسمح لها بالوقوف امام هذه الضغوطات الامريكية لا سيما فيما تعلق بايران اوروبا تحاول ان تنقذ الاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الست انسحبت من هذا الاتفاق الولايات المتحدة ولكن اوروبا مجتمعة كاتحاد اوروبي لها نظرة اخرى فهي ترى ان البقاء ايران ملتزمة بهذا الاتفاق هو اكثر فائدة من خروجها نعم هذا معلوم سيد طرابية ولكن هل اوروبا قادر نعم هل اوروبا قادر على المضي في هذا الموقف وعلى الحفاظ على هذا الموقف ام هي ستنتهي مرغمط على القبول بالاملاءات الملكية اقله اوروبا لازالت لغاية الان لا اقله اوروبا لغاية الان لتذال تحاول مقاومة هذا القرار الامريكي من خلال مثلا تأسيسها لهيئة خاصة من اجل التبادل التجاري مع ايران خارج النظام العالمي المال العالمي الذي يسيطر عليه الدولار هذا موقف محصوم بالنسبة للدول الاوروبية وثانيا يعني اوروبا تريد ان تنقذ المنطقة من خيار قد يقود اليه التعنت الامريكي اوروبا لا تسعى او بالاحرى لاست لها مصلحة في اندلاع حرب اقليمية حرب في الشرق الاوسط او بالتالي في رؤية التوتر قد ينفجر حربا بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة اخرى الامن والسلام الدوليين يبدأان بتهدئة النفوس وبالتالي ايجاد قاعدة للحوار مع ايران وايضا مع الولايات المتحدة مصالح اوروبا ليست دائما متطابقة مع مصالح الولايات المتحدة شاهدنا نحن في مؤتمر ميونيخ هذا التناقض وهذه المواجهات الكلامية وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لدريون تحدث مثلا عن الموقف الامريكي انسحاب ولا انسحاب من شمال شرق سوريا قائلا ان هذا الموقف هو غير مفهوم وتساءل علنا كيف تقول الولايات المتحدة انها ستقف ستا منيعا في وجه التوسع الايراني وهي في انسحابها المزمع من شمال شرق سوريا وايران لا تزال تعول على هذا الموقف الاوروبي نعم ايران لا تزال دكتور بشناس تهران لا تزال تعول على هذا الموقف الاوروبي الرافض للضغوطات الامريكية ولكن هل تهران يمكن ان تضمن بقاء الموقف الاوروبي على ما هو عليه يعني اعود لك بنفس السؤال اليست اوروبا ربما ستغطر بالنهاية امام الضغوطات الامريكية لقبول الموقف الامريكي وجهة النظر الامريكي في الواقع ان المصلح الاوروبية هي كما قال الضيف من باريس هي في ان لا تندلع حرف هذه المنطقة واليوم الاوروبيون في وضع يعني الساسة الاوروبيون في وضع كما قال الدكتور زاريف انهم يجب ان يتخذوا القرار هل يريدون ان يقفوا امام الغطرسة الامريكية او يريدون ايجاد حل لهذه الازمة اذا ما حصلت اي حرب في هذه المنطقة الاوروبيين هم اول من سيواجهون عواقه بهذه الحرب يعني رأينا الحروب التي حصلت ان كانت في سوريا العراق في ليبيا جميع المهاجرين تدفقوا الى اوروبا المشاكل تدفقت الى اوروبا طبعا اذا حدثت حرب في هذه المنطقة حرب جديدة اوروبا ستكون اول الذي يصل اليه الصدمات ولهذا فنحن اليوم نتوقع من الاوروبيين كايرانيين نتوقع من الاوروبيين من الساسة الاوروبيين ان يتخذوا قرارا حاسما بالنسبة لموقفهم القرار الذي قاموا باتخاذه اخيرا في اعلان الانستيكتز بدل ان يعلنوا عن الاس بي في هو كان قرارا هزيلا اذا ما اردنا ان نقول يعني بعد ثمانية او تسعة اشهر الضغوطات كثيرة الدكتور ابشناس ان يقوم الاوروبيين نعم الضغوطات كثيرة ربما تمارسها الولايات المتحدة على كل حال هنا القرار يعود الى الاوروبيين نعم نعم اعودي الى سيد كمال الترابية لحد الاي دعني اعودي لحد الاستطيع ان نعول على الاوروبيين في تصرفهم اعودي بسؤال اخير لأسيد كمال ترابية من باريس ظريف حذر ايضا اوروبا من مخاطر أو تحمل. دعاها إلى تحمل المخاطر إذا أرادت أن تصبح ضد طيار الوحادي الأمريكي الخطير على حد وصفه. هل أوروبا مستعدة إلى ذلك؟ نعلم أن الولايات المتحدة حذرت أوروبا في الكثير من الملفات التجارية الاقتصادية. آخرها خط نوردستريم مثنين لنقل الغاز إلى أوروبا من روسيا. يا سيد أوروبا وقفت بقوة وبصلابة في وجه القرار الأمريكي بالانسحاب من المعاهدة الدووية. وبالتالي أوروبا قالتها علنا وأكثر من مرة. وكما جددت هذا القول في مؤثم من ميونيخ الأخير أنها مستمرة بالالتزام بهذا الاتفاق. مدام الطرف الإيراني ملتزم به. أوروبا أيضا أقامت هيئة خاصة لمتابعة تجارتها مع إيران عبر المقايضة. وبالتالي هذا قرار هام اتخذ على مستوى الدول السبع والعشرين للاتحاد الأوروبي. يعني مسألة ليست سهلة للغاية أن تتخذ أوروبا مجتمعة هذا القرار. ولكن بالمقابل أوروبا تطالب إيران كما هي تمد يدها يد التعاون ويد التهدئة إلى إيران أن تبادلها إيران بالمثل. أي مثلا هذا يعني الحفاظ على المعاهدة. الاتفاق النووي وأيضا التجارة مع إيران لا يحول دون وجود مخاطر جدية تشعر بها أوروبا وتتقاصمها مع الولايات المتحدة. بالنسبة للسياسة الإيرانية السراتيجية سياسة تصنيع الصواريخ السياسة الباليستية سياسة التمدد في هذه المنطقة يعني هنا السيد الضريف. يعني يمكن أن يفهم كلامه من الرأي العام الإيراني. ولكن الرأي العام الأوروبي لا يرى أن هناك مجال لابتزاز أوروبا أكثر في هذا المجال. المطلوب أيضا من إيران أن تبادر بخطوات حسنية من خلال الحد من حجم التسلح الصواريخ والباليستي وأيضا إيجاد وأيضا المحاولة إلى إيجاد سياسة التهدئة شكرا لك أستاذ كمان التربية الكتب الصحفي من باريس. كما أشكر أيضا الدكتور عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة تهران.